بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد بداية استجابة لأمر الله عز وجل حيث قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ثانيا استجابة لنداء الحرائر من أخواتنا والمظلومين المضطهدين من إخواننا في المنطقة الشرقية ها هي عشائرنا وبيارقنا وراياتنا ورجالنا تزين المكان والزمن تستجيب لنداء الله ثم لنصرة المستضعفين وأود أن أشير يا إخواني إلى أكثر من أمر في هذا البيان المقتضب أولا نحن لا نعادي أمة بعينها ولا عرقا بمفرده نحن نقاتل إعلاء لكلمة لا إله إلا الله نحن نقاتل في سبيل الله نرد كيد المعتدين عربا أو كردا أو غيرهم نحن لا نقاتل الأكراد لأنهم أكراد بل نقاتل المجرمين المعتدين منهم ثانيا رايتنا هي راية لا إله إلا الله ننصر المستضعفين من الرجال والنساء ونستجيب لذائهم ثالثا أقول باسم القبائل العربية الأصيلة المجاهدة في الشمال المحرر لقد ظلمنا الشاعر عمر أبو ريشا عندما قال أمتي هلك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم فها نحن عدنا للسيف وعدنا للقلم ولقد ظلمنا ذات الشاعر حين قال ربا ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف نخوة المعتصمين نقول لشاعر ارحمنا واسحب كلماتك فقد انتهى رصيدها ها هم المسلمون من أبناء القبائل العربية بشتى أصنافهم وانتماءاتهم قد لبوا وقد صادفت صيحة المرأة العقيدية وغيرها من النساء صادفت أسماعهم وأثبتوا أنهم أهل النخوة وأنهم أبناء المعتصم وأبناء هارون وأبناء سعد وأبناء أبي عبيدة والمثنى بن حارثة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل انتصاراً انتصاراً لله ثم انتصاراً لنسائنا والمظلومين المستضعفين من إخواننا والله أكبر نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى ننطلق في غاياتنا من مرجعنا من قرآننا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس قتالنا عن جاهلية وليس قتالنا عن انتساب وانتماء عرقي فقط قتالنا لرفع راية لا إله إلا الله ونصرة للمستضعفين لا ننتمي لأحد ولا نقاتل بالنيابة عن أحد إلا إعزازاً لكلمة لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين قصد استغلت الثورة السورية في الزمان وفي المكان وركبت الموجة واستغلت الضعف الديني والعلمي عند بعض إخواننا من الأكراد واستطاعت أن تجذب الكثيرين منهم إلى مشروعها الزائف وبناء مجدها الموهوم فقصد تتعارض جملة وتفصيلاً مع الثورة السورية انطلاقاً وفكراً وعملاً بالنسبة لداعش هي تختلف معنا ومع العشائر فكراً وجهاداً وقد ذاقت العشائر في المنطقة الشرقية وهنا من الدواعش الويلات وقاتلوهم حينما لزم قتالهم داعش تختلف عنا فكراً وإن شاركتنا العرق واللون والوطن والمكان لا أظن أن التعايش مع قصد خيار مطروح لأنهم لا ينتمون لا إلى فكرنا ولا إلى مبادئ ثورتنا وهم مدعمون من جهات خارجية أضحت معلومة عند القاصي والداني فلا سبيل لإزالتهم إلا بالقوة العسكرية التي نستعين بالله سبحانه وتعالى عليها وصلى الله وسلم وباركة على نبينا محمد والحمد لله رباك تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله وسلم وباركة أخوي أشياء أحمد